اشتركوا في القناة ستكون بشكل مستمر دوريا ولن يتم فصل فيها دفعة وحيدة في حين اوضحت انه لا اجال متوفرة حاليا عن مواعي تسليم متعاملين رخص الاستيراد او حتى التركيب وطالبوا وكلاء السيارات بالافراج عن نتائج اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات الاستيراد والتصنيع التي تضل حبيسة الاضراج وزارة الصناعة منذ ازيد من اربعة اشهر وزاد صرر عبدالرحمن عشايب ورئيس مدير العام لمجمع في تصريح للصحافة ان دفتر الشروط الخاص بنشاط وكلاء السيارات الجديدة قوي وصلب من ناحية التقنية لكنه معرقل من ناحية القانونية واوضح المتحدث ان دفتر الشروط هو دفتر متكامل من ناحية التقنية والعملياتية لانه يتضمن مواد وشروط تحمي جميع الاطراف وتمنع دخول الدخلاء للميدان وان دفتر الشروط معرقل للاستثمار من ناحية القانونية ويقصد هنا نقطة تحديد علامات اثنتين فقط لكل وكيل اذ لا يمكن منع شخص من ممارسة التجارة اذ كان يملك امكانية المادية وزاد قال لهم عشايب ان هذا مخالف القوانين التي تقر بحرية الممارسة التجارة ما لم يكن الشخص تحت مانع القضاء واي مستثمر يبحث عن توسيع النشاط اخي المواطن لا تنساش تقول لنا رأيك في فرض وزارة الصناع على الوكيل علامة او علامتين فقط وفي الاخير دمتم في رعاية الله وحفظه سلام